موسيقى موجز الاخبار من المحور اهلا بكم واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الى مدينة باكو عاصمة اذربيجان في زيارة ثنائية لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان زيارة الرئيس السيسي الى اذربيجان ستشهد عددا من اللقاءات المكثفة اهمها عقد مباحثات مع رئيس اذربيجان الهام علييف كما ستتضمن الزيارة بحث افاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والاقليمي التقى المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب ابراهيم ابو غالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائرية في اطار مشاركته على رأس وفد من مجلس النواب في اعمال المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والمنعقد بالجزائر خلال الفترة من السادس والعشرين الى السلسين من يناير الجاري في مستهل اللقاء سلم وكيل اول مجلس النواب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائرية رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب تضمنت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الجزائرية لتتلاءم مع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تضمنت الرسالة دعوة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري لزيارة مصر وعقد مباحثات برلمانية مصرية جزائرية على مستوى رئيسي المجلسين اكد الدكتور محمد معيت وزير المالية ان قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز بالابقاء على التصنيف الاعتمالي لمصر بالعملتين المحلية والاجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى بي يعد شهادة ثقة دولية جديدة بان الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تدعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي اشار وزير المالية الى ان التقرير اشاد بتحقيق قناة السويس حصيلة تعد الاعلى تاريخيا وصلت سبعة مليارات دولار ومن المتوقع ان تصل الى سمانية مليارات دولار خلال عام 2023 لافتا الى ارتفاع ايرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت عشرة فاصل سبعة مليار دولار كشفت مؤسسة حياة كريمة تفاصيل مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تشارك المبادرة الرئاسية بجناح خاص لاول مرة في المعرض وذلك بتنظيم عدد من الانشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية طيلة ايام المعرض المزيد في سياق التقرير التالي احنا اول مرة نشارك كحياة كريمة في المعرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي عندنا اول فعالية ان شاء الله مسابقة يومية مسابقة ثقافية يومية لكفة الاعمار عن جهود الدولة والمشروعات القومية وجهود حياة كريمة واللي بتقدمهم حياة كريمة في فعاليات للاطفال موجودة زي مسرح العرائس اللي هو كاركور عندنا كمان برضو ورش رسم وتلوين للاطفال حيتم عمل ورش حكي وجلسات حكي للاطفال الموجودين في المعرض كمان هيكون عندنا برضو فعالية حلوة جدا ومهمة جدا اسمها تصور في الخير زوارنا الكرام هيجوا يزورونا في المعرض يعرفوا فعالياتنا وحاجاتنا ومجهود مؤسسة حياة كريمة واجهزة الدولة المختلفة في تنمية ريف المصري وكرة ريف المصري معرض المشغولات اليدوية ومنتجات أسر الكرة حياة كريمة في مصر كلها هيكون موجود معنا ليهم أيام وجدوى العرض هنبقى موجودين مع بعض كل يوم من المعايدة رسمية للمعرض أو المشاركة لنا إن شاء الله وتبقى بداية مشاركتنا في النسخ اللي بعد كرة من المعرض إن شاء الله قالت الدكتورة يسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013 وذلك بمناسبة احتفال الوزارة بيوم البيئة الوطني لعام 2023 وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي مشددة على أن رفع الطموح واتخاذ خطوات تنفيذية حقيقية وخلق آلية تمولية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم للتغيرات المناخية يلتقي منتخب مصر نظيره الألمانية الرابعة والنصب عصر اليوم في مباراة تحديد المراكز من الخامس وحتى السامن ببطولة العالم التي تحتضنها السويد وبولندا حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز على ألمانيا للمنافسة بقوة على المركز الخامس لا سيما بعد تحقيق المركز السامن في منديال 2019 والمركز السابع ببطولة العالم 2021 بالقاهرة من أجل تحسين ترتيبه العالمي بإنهاء البطولة في المركز الخامس يواجه فريق الإسماعيلي نظيره الداخلية في الخامسة مساء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدول الممتاز لكرة القدم كما يلتقي فريق المقاولون العرب نظيره للاتحاد السكندري في السابعة مساء على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة ذاتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة